السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميني يوم شاء الله قد نشترك معكم محنشة مع مرب الخضار وكذلك مقبلات مبتكرة صحية وسهلة التحضير دائما كتلبوا مني باش نحضر لكم وصفات بسيطة تمنى ان شاء الله هالفيديو ديال اليوم يعجبكم اولا غدا نعجنه دباء العجينة اخذيت كيف ما كتشوفوا معي ساميد الناعم يعني الفينه بوحده ما مخلطش مع يعني الفورس او دقيق الابيض طفطلي هنا حبة ضيض وقليل من زيت الزيتون تقريبا ملعقتين كبيرتين ديل زيت الزيتون والمقدار ديل العجينة تقريبا تلتمية ديال الدقيق تلتمية تلتمية جرام ديل الفينو اهنا اضفت اه اه بيكاربونات دوسوديوم ملعقة صغيرة ممكن الاستغناء عنها يعني كتكون ممسوحة البابريكا اللي هي تحميرها للون فقط وشوية ديال الحار ممكن تستغنوا عليه و القليل من الماء غدا نتيهن العجينها ونخليها يعني بحل العجينة لمسمن تماما مخصش كيف ما كتشفو معي مخصش تلسق في الروابو يلعجنتها بالروبو اما يلعجنت ها بالماء يعي ابي اديكو ما بتخليوها غير ترتاح صفيدينا غدا نخليها ترتاح ونشي باش نمدا نوجد المقبلات ديال يالي هندي الكان وتقدر تعودها باو ايلان حتى ايلان تهو كتراقدوه في ساعتين الى كان ايلان و لكن كنوا كتراقدوها غي اه تنقعوها اه ساعة وتوصلوها مزيان ونبعد تتلقوها هنا غدا نحضر الشيفلور او قرنبيت وقال اسميته مهم كتاخذ هاد الزهرات ديالو كنحكوه اه كنحكوه اول هاد الكمية هادي محكوك غدا نوضعها على جمت غنحضر بها سلاطة وهذا غدا نبخره دابا نرشع لي غي شوية ديال الملح وغدا ندهي تبخر هنا غدا ندوزه باش نحضروا هاد السلاطة ديال بتاطا القصبية اضفت لاغي شوية ديال المامشي بزاف شوية ديال تحميره شوية ديال الكامون يكون حبوب ما يكونش مطحون باش ما يعطيناش المرورة وشوية ديال يعني السودانية وشوية ديال الكركم وزنجبيل والتومة صافي وغنضي هاد شي طيب المهل وزيد الزيتون طبيعة الحل وانتهي طيب المهل هنا عندي هنا البسباس قطعته على ربعه رشيتلي شوية ديال الملح وشوية ديال الحمد غنضي يتبخر حتى هو صافي هنا صلاطة وجدات يعني بتاطا قصبية دغية كالطيب وهكذا كتجيزوينة بزاف ولا بغيتوا تحضروا على شكال زعلوك نفس المقادير وكتتمعكو شوية ديك بتاطا اه الى عندكم الحمد المصير فكيجي مزيان فيها هنا ضفت لها شوية ديال القصبر والمعدنوس والقليل من زيت السيتون وغنوضع على جنب حتى الوقت التقديم ان شاء الله هنغد اندوزوا باش نحطروا الحشوة اللي غتكون بسيطة جدا هنعد نغي البصلة وامل ملفوف او لوشو بلون بيض اه غنضيف هنا شوية ديال زيتون وغنضيه تشحر من بعد ما تشحروا لانه هو كي اذا كله الشو اللي هو الملفوف كياخد شوية ديال الوقت اه كنشحروا واللول مع البصلة واحدا من بعد عد كنضيفه اه الجزر اللي هو واحده هو كيف ما شفته معي محكوك ما كياخدش بزاف ديال الوقت باش يتشحر غنزيد هنا شوية ديال الفلفل حارة كتبقى اختيارية ممكن تعودوها بالحريق اه بالهريسة الى بغيتو غنى نرجع هاد شي اتشحر وكنزيد شوية ديال التومة نسيت ما ذكرتوش من بعد ما تشحرت لي المقيلة ديالي غدا نضيف هنا شوية ديال الحامض شوية ديال الكوركم وشوية ديال الزنجبيل وشوية ديال ملح يعني تقريبا نصف نصف ملعقة من كل حاجة اه وهنا غدا نضيف القصبر والمعدنوس نزيد شوية ديال زيت الزيتون وغدا نزيدو تقريبا دقيقة غيش شوية غيباش يتلقوذو كالتوابيل سافي وغنطفع عليه وممكن خلي واغي هكدا وغنخلي يبرد هنا الحوش هو اللي غدا نعمر بها ان شاء الله الدنجال اه الدنجال وخامش الوقت دياله وانا كيعجبني بزاف مرة مرة كان نبقى نشريه مشي دائما اه مهم هناك نضيف شوية ديال الملح و الكينوال اللي حضرنا اللي سلقت عشرة دقيقة تقريبا حبة بيت شوية ديال قصبر والمعدنوس تحميره شوية ديال سودانيا الزنجبيل الففلة خضراء وففلة حمراء اللي كيكونوا شويين حاولت نصرع الفيديو لانا فيه بزاف لانا غدا يجيكم طويل بزاف ذاك شي باش حاولت ما امكن انا نقطع منو باش باش ما تتملوش هنا اضفت شوية ديال زيت الزيتون ممكن اضافة القليل من الكامون ولكن ما يكونش مطحون باش ما يمررش لكم وكذلك شوية ديال التوماء الى بغيتو نغن دهن هاد اللي مول ديال الكوب كيك هو اللي غدا نحط في شرائح ديال النجال اللي طيبتهم في الفرن اه كالطيبهم في الفرن شوية يكون الفرن درجة ديال الحرارة ديالو طالع عامل احسن تكون اه مئتين واربعين ولا مئتين وثلاثين باش ما يلوش لكم سوف يغضلنا نشكلهم على شكل كموسات كيف ما كتشوفوا معايا نعمرهم هاد الطريقة هادي الى ما كانش عندكم هاد المول مش مشكل يعني ممكن اه نعمرهم بلا المول غير المول كي سهل علينا شوية اه الامر ار عامرهم با با هاد الحشوة التور ديال هاديك البيضة اللي اضفنا غي باش اه جمع لنا الحشوة الى ما عندكم لا الا الا كينوة ممكن تعاودو هادشي اما بالكفتة الى كنتو كعظ بكم الكفتاء او لا يعاوضوه mai suprem الى كار العرس اه ممكن تعاودوه بالبطاط بطاطس احتها هي كتجي فيهم زيان انا كنقول لكم ذاك شي اللي انا مجربة هاد شي يعني متأكدة منو كي يجي مع بعضياتو وهاد هاد الكموسات كي ما كنسميهم انا ممكن ترافقوا بهم اطباق ديل اللحم يعني من تكونوا ديري اللحم اه الحم حمار ولا الحم عمر ممكن ترافقوا بهم هادو كي يجو زمين نحتي هما في المنظر صافي كيف ما كشفتو معايا كنكون سخنت دباء الفرن ايكون درجة دي الحرارة دي الوغي ميتين انا طيب لنا دنجال احنا بغي نغي دك البيض يتجمع واطلق المكونات تلقوا في بعضهم صافي هنا لخفتو يتحليكم تقدروا تستعملوا الكوردون وشي عويدات قبل ما تدخلهم الفرن هنا هاد الحموص هادا غدا نستعملوا باش غدا يعني في بلاست هديك لسالات يعني الخص باش لان هاد السلاطات اللي استعملنا كلهم يعني سلاطات دافئة هنا الحموص ضفت لي هات حميرة شوية دي القصبور الكامون شوية دي السودانيا والتوماء وزيت الزيتون اه حتى الزنجابيه حتى هو صافي وكن دخلوا الفرن كون درجة ديالو درجة ديال الحرارة ديالو ميتين وعشرين حتى قد يشرب التوابل مزيان وعد كنخرجوا هنا غا ندوزوا باش هنحضروا هاد السلطات هادو اللي غدا نسم بهم الخضر اللي درتها تبخر اه كيف ما شفتوا معايا هاد الفلافيل هادو غيم شوين يعني ممكن اه يعني حتى شوين حتى في الفرن انا شويتهم على البوطة هنضفت ليهم شوية ديال التومة بحكوكا شوية ديالتحميرة شوية ديالسودانية وشوية ديالزنجابيل اه العطرية العادية يعني التوابل اللي كان ضيفه عادة صافي وشوية ديالا القصبور الكامون وزيت الزيتون وشوية ديالحامض ولا بغيتوا ممكن نطحنوهم يعني انا خليتم هكدا والملح كذلك انا خليتم هكدا وانتوم الا بغيتوا ممكن انكم تطحنوهم انا خليتم هكدا مقطعين يعني قطع صغيرة شمارات كنطحنو وشمارات كنخليم هكدا قطع صغيرة باش كي يبينو لنا باش كيبقا ويبانو كيجي المنظر ديالهم زوين انا اضفت شوية دي القصبر والمعدنوس ولا ممكن نضيفه غير اللي كيعجبكم اما قصبر اما معدنوس حاولوا اضيفه كمية كبيرة لانك تلدد بزاف هات السلطة الى بغيتو ممكن شحروها شوية هنا هادك الكنوة او الا انا را كيجيو بحل بحل نفس الطريقة غيه ايا كان نصحكم تغسلوهم وترقدوهم ضروري باش الجسم دينا كيمتصهم وكان هادو اكي تهضمو بسهولة انا اضفت شوية دي الملح وشوية دي السودانية فيما غاداش نضيف بزاف توابل لان انا غادا نسم هاد السلطة هادي بالفلافل اللي حطرنا هاد السلطة هادي كنغيرو بها كجيل ديدة بزاف وبها الطريقة هادي باش كنقدرون ناكلو اه مثلا ايلان اه يعني الاشياء الحبوب اللي اه ما كنا نستعملوهاش كل نهار يعني في المطبخ دينا هنا اضفت القصبر والمعدنوس وشوية ديال زيت السيتون حاولت ما امكان انا اني مستعملش يعني شي اعشاب اللي ما ماشي كل شي كيعرفها حاولت ما امكان اني نستعمل غيتها وابي العادية يعني بسط في هاد الفيديو قدر الامكان وهنا شوية ديال الثومة وهاد شي من خلال يعني التعليق اللي كتجيني بعد ما تكتقولو لي بانها يعني الوصفات اللي كندير صعابين غالين مهم انا اليوم حاولت ما امكان هاد الايام كلها حاولت ما امكان انا يعني كنبسط يعني الوصفات وكنقدم شي حاجة اللي اي واحد يقدر يحضرها هنا هاد الشيف لور اه غدا ضفت لي غي شوية ديال الملح شوية ديال الثومة غيشي شوية ديال الثومة مشي بزاف وزيت الزيتون شوية ديال السودانية شوية ديال قصبر والمعدنوس هاد سلطة شوية غريبة ولكن ارا كتجي لدي دا غي اه غي جربوها هاد السلطة هادي ممكن اه رفقوها بمطيش هم قطعة رقيقة اه ممكن اه رفقوها شوية ديال الكوكا ومبحون هنا انا ضفت زريعه يعني ديال نوارد شمس ممكن يعني هادي كتجي مع بزاف ديال الاشياء كتجي بحل منظر ديالها بحل كسكسو ممكن اللونوها كدلك يعني اللونوها بالكركم او اه انا غدا ندوز باش غدا نوجد اه يعني صافي اللي صالات ديالي كلهم وجدو غدا نمشي باش نوجد اه المحنشة اللي عا غدا نعمر اغيب اه الخضر يعني الخضر اللي شحرنا من قبل كيف ما شفتوا معايا العجينة ارتحت بزيان كتجي سهلة شفتوا كيفاش كتجبد يعني بسهولة يعني تقدروا تلعبوا بها كيف ما بغيتو تقدروا تحضروا بها البسطيلة المحنشة اه البريوات بما انا ما كنت تعملوش يعني واحد الكيمية كبيرة ديال العجين اه فما كت اه اكتري معاك نرافقو الى رفقنا هاد شي بالخضر ما كي يعني الجسم ديالنا كي اللي معدك اتخضم بسهولة مني كنكترو يعني الخضر معدك شي اللي كن نحاولو ما امكان اننا نغلبو اه الخضر صافي كن اكشفتو كيفاش كتجبد العجينة بالعكس انا جبتها انا كنشوف دبه في الفيديو وقلتها عجبتني عجينة بقيت كنجر فيها حتى رققتها حتى طب الله بقيت كاتبين وبالنسبة الكيمية ديال يعني هاد العجينة اللي سرحت دابا نقدروا نستعملوها غير يعني غير اه اللويوها مرة واحدة يعني نقدروا نستعملو كيمية كبيرة ديال ديال الحشوة اي انا مستعملش بزاف اه يعني ما عمرتاش بوحد الكيمية كبيرة كيف ما شفتو معايا عمرت غيب شوية ما شفتو معايا وكيف قلت لكم يعني ممكن هاد اه هاد الرولو اللي اللي اللوي تدابا يعني قادروا نستعملو كلو انا قطعت يعني هاد هاد المسمنة هاد المسمنة هاد اقطعها على زوج المحنشة بيت نقول صافي عرفتي كتجيب حلا مني كي طيب كيجيب حلا ما دير ما يعني هو الوغي حل استعملت يعني الورقة واستعملت غي شوية ديال الورقة مستعملش بزاف كتجي لما دق دياله حسن من الورقة لانه من السما فيها شوية ديال السودانية صافي كيف ما شفتو معايا غا نستمر بنفس اه الطريقة حتى غدا نكمل يعني العجينة كلها وخا تكون وخا تقطع لكم واحد شوية مش مشكلة غي ضعفه لا يعني اللوية سافي وغدا نلويها على شكل محنشة يعني هاد المحنشة ممكن تحضره باحتا اه شي حاجه حلوي اه دجاج باللوز صافي كيف ما شفتو معايا ده بغدا نستمر اه قادلنا نكمل العجينة ديالي ما اكملتها شكلها يعني استعملت غن نصف دياله ونصف الاخر خليتو درتو في تلاجه وخليتو تل يوم ثاني من بعد ما كملتها صافي غدا ندهنا غي بشوية ديال زيت السيتون وندخلها الطيب في الفرن انا غا نشي باش نحضر اه المقبلات ديالي بالنسبة او بالنسبة لهاد السلسة هادي ديال لافوكا فيتمنى تشاركتها معاكم اخلي لكم ان شاء الله الرابط اسفل هاد الفيديو صافي هادا هو الصلطة ديال اه القرنبيت او الشفلور بحالي غدا ننسمها بحالة غادي ضروري نديرها مع شي حاجة اللي تكون يعني اما ما طيشها يعني تكون قطعة صغيرة او اه لافوكا يعني شي حاجة تكون بحالة تفزقها لانه هو ناشف يعني هاد بحالة هو كيجيب هاد السلطة هدي كيجيب حال كسكسو كي بقيت لكم اهنا غا نجيو باش نوجدو اهière البسباس اللي غادن نرافقه هاد السلطة هادي ديال الفلفلة اه الى بغيتوا يعني كيف قدت لكم ابو تطحنوها وتعودوا تدخلوا فيها هنا تحطوا فيها هذك البسببس وتعودوا تشحروها واحد شوية مش موشكي يعني لحسب الرغبة ديالكم نخلي لكم ان شاء الله الرابط يلا طريقة اخرى يعني اللي حضرت بها البسبس هنا صفي هذا من بعد ما تبخر لي يالي هو شفلور حتى هو النفس الشيء غدا نضيف ليه اه صلصة ديال الفلفلة وحتى هو النفس الشيء يعني ممكن تطحنوا هاد يعني من اللي كنت كنت نطحن هاد صلصة كنا نرجعها فوق من هاد لشو هاد شفلور عفوا وكندخلها الفرن كندخلت قاطينة في الفرن ماذا بلا انا مقدمها على شكل صلاطة صافي غيك نخلطها مع يعني هاد الصلاطات هادو كلهم قدروا نحضرهم في الليل مع عادة ديال مع عادة لافوكا لافوكا اللي تخلي وقت الاخر لحظة اما هاد صلاطات ليحضرت اليوم كلهم يقدروا يتحضروا للاقبل ونخليهم في تلاجة كل ما بقى وكل ما يزيدوا يعني يشربوا حتى اليوم الثاني حتى اليوم يعني اليوم اللي كتكون عدنا مثلا العراضة ولا ولا بغينا نرافقوا هاد شي كله بالسمك نحضروا لي لقبل واحتى اليوم الثاني عاد نحضروا مثلا السمك ولا الاطباق اللي غترافق لنا هاد السلاطات كاملين صافينا نقدموه مهنا في هاد الفراش ديال الملفوف ملفوف اللي بخر سوغيش شوية باش يتحليه فقط ما يعني بقي ما ما طيبش مزيان من بعد ما اللي كي يبقاوي لابقاو هادو كل يعني هاد الملفوف ما اللي كي يبقى باكا نعودو نغسله واحد شوية ونقطعو قطعة صغيرة ونعودو نطيبوه مرة اخرى ان شاء الله يعني حتى شي حاجة ما كالضيع صافي هنا وصلنا للتقديم كما شفتوا معي يعني جات تبارك الله مقرمشة جات رقيقة يعني ذيك العجينة رقيقة صافي وهذا الدنجال قدمته بهالطريقة هادي مهم الطريقة ديال التقديم كتبقى على حسب دوق ديالكم وبالنسبة الحمص كيف قلت لكم يعني هنا استعملتو كفيراش بلاسة ديال الخص لانا دبا هاد السلطات كلهم حاولت اني نحطر سلطات ديال هاد هاد البرد هاد وهاد الحمص هادا رح كي يجيزوين حتى هو غدا نحط فوق منو هاد البطاطا القصبية اللي طابت بهاد الطريقة هادي حتى هيك تجيزوينة بزاة غيمة تكتروش بحال هاد صلاطة تدوم كي بغوش اننا نكترو يعني التوابي بحال ده بلا استعملنا متلا زنجابين استعملوا غي شوية لحسب القيس اللي عندنا ومن بعد نقدر نزيدو إلا شفنا بأدنا نضوقو لو قينا ذاك شي ناقص نقدر نزيدو يعني نبعث المراط لكترنا التوابي قدر ما يبقى ما نبقوش نحسو بما دق ديال ديال الخضر سوف يجي المنظر ديالها على هاتشكل ولا ممكن اننا نقدمو يعني كل حاجة بوحدها كل حاجة على حيدة ولكن التقديم حنا عدنا تبارك الله ما شاء الله في المغرب ملكة كل عائلة مجموعة كيعجبهم اننا نحطوه بهالطريقة هادي واحتى كيسفطو لي بزاف يعني البنات اللي كيدوروا عندهم في الدار كيبغيوا بحال هاد الشي يسمحوا لي بزاف فانا ماشي دايما كنا نحط بحال هاد الاطباق بان شاء الله مره مره في متح لي الفرصة ان شاء الله نحاول نزل نزليكم ذاك شي لتطلبوا مني زمنها ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بمشاهدة هاد الفيديو وكان شكركم بزاف لا يجازيكم بخير على المساندة ديالكم وعلى الدعم ديالكم وإلى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه السلام عليكم اشتركوا في القناة